وكالتان دوليتان بتقريرين مختلفين وبالتوقيت نفسه معادلة المربكة تطرح تساؤلات عدة محير هو أمر وكالات التصنيف الدولي فأصدار تقريرين مختلفين بنفس الوقت يطرح عدة تساؤلات فلماذا اختيار التوقيت نفسه ولماذا الاختلاف بتقييم مخاطر لبنان فالأرقام هي ذاتة كما السجلات السياسية والصعوبات والعجز والانجازات والاخفاقات تعتبر وكالت فتش الأصغر بين وكالات التصنيف الثلاثة الأهم عالميا فيما تعتبر ستاندرد أند بورز أكبر والأكثر أهمية بتقديم الخدمات المالية للمستثمرين بجميع أنحاء العالم ولديها أكثر من 150 عام من الخبرة ولكن وبعيدا عن حجم الوكيلات واختلاف تقييمة يبقى الأكيد أن ستاندرد أند بورز ويلي غردت خارج سرب خفض التصنيف استطاعت بخطوطها منح لبنان فسحة أمل لا بل منحت لبنان ثقة دولية ودعم للخروج من عنق زجاج التعثر الاقتصاد بسبب الخلافات السياسية المستمرة فخطوة الألف ميل ويلي بدأت ولو خجولة حكوميا وتشريعيا تستحق بنظر الوكالة ذات التأثير الكبير على المستثمرين أعطاء فرصة دون زيادة الضغوط على لبنان لينتقل الرهان إلى الأشهر الست المقبلة فالداخل حاليا محصن ماليا عبر احتياطيات مصرف لبنان الإدراء على تأمين تمويل الدولة بالعملات الأجنبية دون اللجوء إلى الأسواء المالية حتى أقل 12 شهر مقبلة بحسب S&P كما تحصنت المصارف عبر زيادة مؤونيتا وما بعد خفض التصنيف كما قبله فأما العمل الجدي عبر إصلاحات جذرية تطال القطاع العام وما زريب الهدر والفساد وتحديث القوانين لجذب الاستثمارات فالخروج من الأزمة وأما التخبط فالغوص بنفق أسود قد لا تحمد عقبه